موسيقى مساء الخير و أهلا و سهلا فيكو طبعا صهرانين مع هلا متل ما تعودنا 22 و خميس و اليوم الخميس و هلا بالخميس تحياتنا لكم جميعا اكتار اكتار عم بتابعونا من مختلف أرجاء العالم و كمان مختلف أرجاء المناطق هون بالبلاد بدأ أشكركم يعني قبل بداية البرنامج اتصفحت هيك رسائل ممكن بعد لقاءنا و كانت رسائل بتجنن فيها كتير كتير طاقة إيجابية عطتني طاقة حتى ما أتعب ممكن أعمل عشر برامج الليلي على كل حال على قناة هلا في الإعداد و التقديم معكم باسيم و الأمثال الشعبية مرافقتنا على طول مع طاقم بجنن مع مشاهدين بجنن وين مكان بعد شوية الرقم على الشاشة وصار على الشاشة طبعا 0583924051 مهم جدا واتساب طبعا رسالة نصية بتكتبو لنا فيها الإجابة الصحيحة و أنا هالأسبوعين عم بسهلها عليكم كتير بعطيكم تلات طرق فقط و واحد منهم الطريق الصحيحة المثل الأول المثل الأول و يا ترى مين أصادت اليوم الله أعلم كل واحد فيكو أنتو يفكر باسم و يتخيل صورة لأنه كتير ناس اليوم بوضعنا بالالفين واثنين وعشرين في كتير ناس بنتبق علينا هذا المثل و بقول فكرناهم رخصه تلعو شو بنمرة واحد تلعو على المعاش ممكن برقم تنين تلعو طناش برقم تلاتة تلعو بلاش على نفس الوزن واحد منهم صحيحة معروفة بالمثل الشعبي وأهلينا وأجدادنا استعملوا هذا المثل بمثابة يعني شو بدا أقولكو مثل لسعة كلام لكتير ناس بهذاك الوقت بس ما كان يصير عليها طوشي لسعة صغيرة ممكن يهزوا شوي كيان بعض ناس حتى يتصرفوا معهن أفضل فانتبهوا كتير رح نبدأ بعد شوي وأنا بأعرف أنه صار صار عنا أمطار نازلي حتى بعز الصيف أول إجابة صحيحة وأنا بأعرف دايما أهل الفريديس بجننه يا جماعة وقلنا زيارة خاطفة على الفريديس قريبا نجلة مرعي من الفريديس كلامك صحيح يا نجلة والظاهر نجلة مقضي مع بعض الناس اللي فكرتها النجلة رخصه تلعو شو تلعو على المعاش تلعو طناش أو تلعو ببلاش واحد منهم صحيح واليوم كتير ناس رح تقول من وين جبت هالمثل يعني فشتلنا غلنا وقلبنا اليوم عقنات هالا بصهرانين معها لو بدأوا لكم شغلة كتير أمثال بتفش خلقنا اليوم بالالفين واثنين وعشرين كتبوها أهلينا من السنين ومئات السنين وبعدها بتلسع لسع بس لسعها حلوة هيك لسع يعني بتهز هز زي ما بقولوا مثل ورد منور شكرا لكم مين معنا طب اكتبو لنا مين معنا أهم شغلة بديش أبدأ أفتش يا جماعة هند شربيني من الناصري كلامك صحيح دايما يعني بدأ أقولكم أهم شغلة تكتبو لنا الاسم مين اللي باعت لنا هالرسالة الحلوة من وين والإجابة الصحيحة إن شاء الله من واحد لتلاتي ممكن إذا صعب عليكم تكتبوا وتطبعوا رقم واحد أو تنين أو تلاتي لأنه برقم واحد على المعاش فكرناهم رخصه تلعو على المعاش برقم تنين فكرناهم رخصه تلعو طناش برقم تلاتي فكرناهم رخصه تلعو بلاش واحد منهم صحيح وكتير كتير عم ببعتولنا على هاتف قناتها اللي بجنن داليا أو دانيا دانيا محمد بسول والجد أبو حكم كلامكم صحيح اختاروا رقم صحيح أهلا وسهلا فيكم طبعا كتير ناس ناطريننا من يوم ليوم من يوم الثنين ليوم الخميس وين ما بلقونا ببرنامجنا الميداني منكون وجه لوجه منلتقي مع الناس أنا بعرف كل الأمثال ولكن لما وجه لوجه بنسى بعرف كل الأمثال وأنا أحضر هاي الشطرة تذكروها لأنه مئات ومئات وألاف الأمثال عم تصلني من كل العالم بدأ أشكركم جميعا بدون ذكر أسماء طبعا كتير عم ببعتولنا أمثال لا تشارك ببرنامجنا صهرانين مع هلا أو عقنات هلا البرنامج الميداني لميا من شفا عمر تحياتنا إليك يعطيك ألف عافي وكلامك صحيح يا لميا كمان كمان بي شفا عمر مستعمل المثال عماد حسين من دير حنة تحياتي إليك وكل العاملين في قناة هلا الرائدة في الوطن العربي كل المشاهدين الأعزاء يسعد مساكه بكل خير والكلام صحيح يا عماد جوابك صحيح شكرا على التحيات الحلوة عماد لإلنا ولقنات هلا مع كل هالألقاب اللي بتعطونا إياها يسرى أبورية من سخنين أجمل سلام إليك وكلامك صحيح يعني كمان مرة أمطار وأمطار وأمطار والتفاعل بجنن دلال زين من القدس حلو كتير بتقول لي مش جايين على القدس جايين قريبا رح نعمل برنامج غير شكل بالقدس ولكن عم بستنى المناسبة الحلوة تنكون هناك المثل صحيح كمان إجابته يا دلال زين من القدس خلينا نشوف مين كمان معنا حسام من أم الفحم كلامك صحيح وإم الفحم بستعمله بحياة اليومية كمان مثلنا جميعا المثل الشعبي يعني أقول لك شغلة مثل مقال المثل يا زلمي أنت سريع مثل مقال المثل زي الفرص يعني كتير كتير بستعمله شغلات بالأمثال الشعبية وبيبعتولنا كمان ده أشكركم مثل ورد صحر حسن من الناصري كلامك صحيح يا صحر خلينا أفرجيكم شغلة يعني كيف عم تصل الأشياء والصور مثل خير يسعد مساك سوسة أو سونة سوسة سوسة فهوم من الناصري وتحية لعائدة كمان وكلامكم صحيح أهلا وسهلا فيك وتحياتنا للجميع كمان دير حنة راح نزورها يا عماد حلو أنه نزور كل البلاد وكمان نشوف مين معنا هناك وجه لوجه سلام شو يعني هون هات نشوف مين معنا بدأ أنزل لتحت شوي سلام الكلام صحيح كل الاحترام إلك ومعك راية إشحادي من عين ماهل تحياتنا إلك راية وشكرا على الكلام الحلو يسعدكم معنا هنا سميح من بيت حنينة فكرناهم رخصوا طلعوا كلامك صحيح خلينا أقعد لكم كمان مرة الإختيارات الإختيارات فكرناهم رخصوا طلعوا على المعاش فكرناهم رخصوا طلعوا طناش فكرناهم رخصوا طلعوا ببلاش واحد منهن كلام صحيح كتير ناس بيبعتون لنا الكلمة الصحيحة والرقم الصحيح ولكن بدون اسم شو بنا نعمل يعني كمان مرة بذكركوا على الرقم 0583924051 على هذا الرقم بس تبعتون لنا الواتساب يكتبون لنا مين باعت الرسالة أو مين باعت هالرسالة صبية أو شاب من وين ما كنتوا أي بلد والإجابة الصحيحة عايدة بتحيش تحياتنا من سوسة فهوم أهلا وسهلا فيك بنوصل لعايدة تحيتك وكلامك صحيح أهلا وسهلا فيك كمان مرة نشوف معنا إلى كل الطاقم ببعد تهنئة لعم جمال عساوي بعيد ميلاده للمئة وعشرين يا جمال وانت بصحة وهدات البال ومقدم من نسيبك غسان سكر من كفركنة وإجابتك صحيحة يا غسان وإن شاء الله دائما بالأفراح والأعياد نلتقسة ويا رب سلام حرقاني هيك الاسم أو حرفاني من البقيعة فكرناهم رخصوا طلعوا الكلام الصحيح يسعدك شكرا يا سلام أو شكرا إلك أو إلك سلام تنفع شابه صبيه كمان أهلا وسهلا فيك وطبعا على قناة هلا بسعدنا دائما وين ما منكون اتعبرو لنا عن هالمحبة الحلوة اللي بتجنن وعم نشوفها طبعا وعم نسمعها وعم نشاهدها وعم نصورها بتجنن تحيات سميح من بيت حنينة إلك كمان يا سميح ولأها البيت حنينة وكل اللي بشاهدنا بكل المناطق هناك شكرا لكم جميعا هاتنشوف مين طلع معنا هون كل عام وانتو بخير طبعا هاي ممكن قديمي كانت رغدة من ام الفحم بتقول لي هذا المثل صعب ولكن يا رغدة أعطيتكو أنا ثلاث احتمالات واحدة منها صحيحة فكرناهم رخصوا طلعوا على المعاش يا رغدة فكرناهم رخصوا طلعوا طناش يا رغدة أو فكرناهم رخصوا طلعوا بلاش يا رغدة ها فكروا ارجعين لنا وابعتين لنا الكلمة المناسبة رغدة من ام الفحم وكلامكو صحيح دايما من كبول مين معنا عائشة ابراهيم من كبول كلامك صحيح يا عائشة والظاهر كتير ناس بيستعملوا هذا المثل وبقولوا والله والله فكرناهم رخصوا طلعوا والكلمة الصحيحة ولولا شوي قلتها يسعدكو جميعا وبتابعنا سلام شكرا لك يا تابعينا دايما سلام أهلا وسهلا فيك كتير ببعتولنا تهاني وتحيات بدأ أشكركم عن جد يعني إذا كان للطاقم إذا كان لقنات هذا إشي بسعدنا إنعام كلاني من يافت الناصري فكرناهم رخصوا طلعوا كلامك صحيح كمان مرة خلينا أذكركم معنا ثلاث محاولات طبعا واحدة منهم للاختيارات واحدة منهم صحيحة فكرناهم رخصوا طلعوا على المعاش في كتير ناس بعمر معين بطلعوا على المعاش وعارفين أي عمر فكرناهم رخصوا طلعوا طناش في كتير ناس بطنشوا بعض وكانوا يقولوا إنه المثل طنش تعش تنتعش ممكن مرات يعني أنا بصير أقول لا إيش نسم بدننا طنش تعش تنتعش بالذات بحركة السير يا جماعة وفكرناهم رخصوا طلعوا ببلاش ممكن إنه في ناس يعني فكرناهم غاليين طلعوا ببلاش فكرناهم رخصوا عملوا تنزلات طلعوا ببلاش الله أعلم على كل حال بالأمثال ذكروا كتير شغلات وبالواتساب عم تذكروا كتير أشياء بتجنن وكتير أمثال عم تبعتوا لي أبدأ أشكركم عليها ورح تكون معنا بالبرامج رانين قدح من الجديدة كلامك صحيح يا رانين ومساء الخير إليك والأهل الجديدة أهلا وسهلا فيكو معنا هون محمد بدران وإم العز من القدس سلوان منطقة سلوان السلام عليكم يسعد مساكم أهلا وسهلا فيكو الجواب في كتير ناس فكرناهم رخصوا وطلعوا ممكن بسلوان مستعمل كمان هالمثل واليوم يعني حطينا أصبعنا على الوجع في كتير ناس منكون إحنا مغرورين فيه هن مفكرين هن يعني غاليين غاليين على قلبنا كم بتكو فسروها غاليين بالسعر غاليين كم بتكو فسروها منفكر هن غاليين بطلعوا شو بطلعوا على المعاش بطلعوا طناش ولا بطلعوا ببلاش واحد منهم صحيحة والله أعلم مين مفكر أنا اليوم هدول الناس على كل حال في كتير ناس عم بتغير ما تغيروا اللي اللي قلنا له كلامك صحيح ما تغير راغب من الناصر يسعد مساك المتقلق شكرا إلك على اللقب الحلو فكرناهم رخصه طلعوا كلامك صحيح يا راغب من الناصر أهلا وسهلا فيك راغب يسعد مساك كمان معنى غادة بشارة من الطير أهلا وسهلا بغادة كلامك صحيح يا غادة وحلو إنه من الثلاث اختيارات تختاروا الكلمة المناسبة لأنه المثل عن جد بجنن ومن إم الفحم كمان بيقولوا أميرة من إم الفحم وكل المجموعة من إم الفحم بيقولوا فكرناهم رخصه طلعوا والكلمة الصحيحة بيختروها اكتار ليش؟ لأنه الظاهر مقضيين يا جماعة في ناس عم بقولولي كلمة مش صحيحة انتبهوا كتير رغد من إم الفحم حاولي غيري يا رغد حاولي غيري اخترتي ممكن إشي أصبط بالأول حسام من إم الفحم تحياته لأجمل قناة عربي قناة هلا شكرا يا حسام وكلامك صحيح يا حسام من إم الفحم يسعدكم إلنا لقاء قريب قريب جدا يوم الثلاثة رح نكون بإم الفحم ونصور شغلي كتير كتير مهم رح تشوفوها أكيد بعدين على قناة هلا برنامجنا الميداني إسراء عثام لي من كفر قرع كلامك صحيح كلامك صحيح يا إسراء وبقولك شغلي انه تحيات كمان لأهل كفر قرع اللي رح يستقبلونا قريبا ويعني مفاجآت كتير انتوا تابعوا على قناة هلا يوميا كل يوم ببلد كل يوم ببلد عم نتعرف على ناس بجننوا من خلال قناة هلا والبرنامج الميداني ومن خلال البث المباشر عم نتعرف على أسماء وعم نتعرف على ألقاب طبعا تعطونا إياها شكرا إلكو هلا في قناة هلا وهلا فيك يا باسيم منور هيثم كيوف من عسفيا كلامك صحيح ومستعمل جدا بعسفيا وأكيد بعد ما زرنا الدالي الأسبوع الماضي رح نزور عسفيا قريبا فوسعوا باب داركوا يا أهل عسفيا بالضبط هيك قال المثل لطف أبو إهاب من كفر مندة تحياتنا إلك وكلامك صحيح يعني أهل كفر مندة كمان مشهورين بيستعملوا بحياة يومية كل الأمثال الشعبية مساء الخير تبارك من يافة الناصري هالاسم الحلو فكرناهم رخصه تلعوا كلامك صحيح يا تبارك تبارك الرحمن بيقوله كمان حلو كتير مساء الخير مصطفى جبر من كفر كنة أهل وسهلا بمصطفى مصطفى بيقول تلعوا والكلمة الصحيحة صح؟ بيسألني صح؟ صح يا مصطفى جبر من كفر كنة يعني أعطيتكو ثلاث إمكانيات واحدة منين صحيحة؟ عم تختاروا الصحيح فكرناهم رخصه تلعوا على المعاش فكرناهم رخصه تلعوا طناش فكرناهم رخصه تلعوا ببلاش شو رايكو؟ عم بعطيكو كتير أفكار لتختاروا جنان ملحم المثل صحيح والكلمة صحيحة اللي بتختاريها يا جنان اكتبي لنا من وين جنان ملحم نهاية من إم الفحم كمان أنا وسهلا فيكي وكلامك صحيح بتزيد كمان شغلات الظاهر مقضي يا جماعة مقضي هناك جنان تحياتنا إليك وتحياتنا لكترين نهاية من إم الفحم مقضي كاتبتلي شغلات بتجنن على المثل وكتير كتير ناس ممكن اليوم يعني لسعناهم بالمثل من كريم حسري من إم الفحم كمان مساء الخير فكرناهم رخصه تلعوا كلامك صحيح يا كريم كلامك صحيح كريم من إم الفحم إم أحمد حسيني من الناصري نطينا على الناصري من إم الفحم بدك تغيري شوي يعني مش كتير صحيح يا إم أحمد الاختيار أعطيتك ثلاثة صح ولكن ممكن يكون برقم واحد على المعاش ممكن يكون برقم تنين طناش ممكن برقم ثلاثة ببلاش انتبهي كتير ليش ما بشوف رسالتك بشوف رسالة مين نهاية من إم الفحم شفنا رسالتك وذكرناك على الهوى أهلا وسالة فيك نهاية نشوف مين كمان معنا هون الحج أبو أحمد حسيني من الناصري بدي أنزل لتحت لأشوف شو طلع مش كتير بدك تغير هالمرة مش مزبطة معك يا أبو أحمد أهلا وسالة فيكم من الناصري داليا من شفعمر داليا من شفعمر فكرناهم رخصه طلعه بدك تغير يا داليا يلا معانا وقت معانا ثلاثين دقيقة ولكن طبعا الفقرة الأولى يمكن بعدلها كم دقيقة نتبهوا كتير جنان ملحم من عرعرة بتجاوبنا شكرا إليك وكلامك صحيح جنان على المثل مسأل خير معك ازدهار حمد من الناصري وازدهار بتقول فكرناهم رخصه طلعوا والكلمة صحيحة يا ازدهار يعطيك العافية نشوف مين معنى كمان هون فايز فلفل من الناصري كلامك صحيح يا فايز كلامك صحيح نشوف مين معنى أحمد خلايلي منكو فرمندا وحسام خلايلي عم بشاركونا فكرناهم رخصه طلعوا كلامك صحيح أو كلامكو صحيح وحلو لما بشوف إنه مجموعة بتقعد قدام التلفزيون ع قناة هلا وبتشارك إذا كان أصدقاء عيلي صغار وكبار هاي هي قناة هلا فكرناهم رخصه طلعوا أنتوني بشارة من شفاعمر كلامك صحيح يا أنتون أهلا وسهلا فيكم تحيات لأهل شفاعمر وكتير ناس كل المناطق عم منزورها ومنتعرف عليكو ويجي لو يجي بتجننه ازدهار حمد من الناصر كلامك صحيح غيرت ازدهار وجبت لنا الكلمة الصحيحة يسعدك ازدهار وتحياتنا لأهل الناصري كمان منحب نتابعك أحلى قناة يسعدكو نهاية من أم الفحم شكرا إلك قريبا يا نهاية يعني الأسبوع القادم بأم الفحم ترقبوا زيارتنا هيك رح تكون حلوة كتير سلوة من الناصري سلوة بتقول فكرناهم رخصه تلعوا كلمة صحيحة اخترتها سلوة من الناصري حلو الناس تالة من المشير فيه جواب بنت أختها بتقول تلعوا الكلمة صحيحة أهلا وسهلا فيك طبعا اختاروا من الموجود بنفس الوزن ونفس الكلام ميز خلايلي وإيهاب خلايلي ولطف خلايلي منكو فرمندا التلاتي بيختاروا الكلمة الصحيحة يسعدكو وتحياتنا لكل العائلة طبعا حلو بحب لما العيل بتحضرنا وبتتابعنا وبتتواصل معنا كتبيا هذا حلو طبعا جمعنا كل العيلة مع أمثالنا الشعبية زي زمان بدون طبعا كل واحد قاعد مع تليفون وهنا قاعدين مع قناة هلا جمعت الكل داليا منشف عمر كلامك صحيح يسعدك يا داليا والكلام طبعا بالنسبة للمثل كمان من شاهر قراكرة من عربة البطوف منور تلفزيون هلا منور فيكو طبعا ومنور بكل الطاقم شكرا يا شاهر وكلامك صحيح أهلا وسهلا فيك شاهر من تمرة مين معنا من تمرة مين معنا هون طلع لنا من تمرة نط معرفش وين راح من تمرة منرجع له أكيد مساء الخير حسن عيشان من جديد المكر كلامك صحيح يا حسن وأكيد أكيد يعني سوسن وهداني من وين يا سوسن كلامك صحيح انتبهي لشو اخترت أنا محمد من إم الفحم يعني ممكن تختاروا كلامك صحيح محمد من إم الفحم فكرناهم رخصوا طلعوا على المعاش بنمرة واحد فكرناهم رخصوا طلعوا طناش طناشونا وراحوا فكرناهم رخصوا طلعوا ببلاش واحدة منهم صحيحة والمساعدة طبعا حلوة وبنتساعد مع بعض احنا على قناة هلا حلو كتير لما تبعتونا ولكن رجاء ما تتصلوا لأنه يعني تتصلوا ببرامج تانية هون طبعا كلمات لأنه عم بتتابعوا معنا بالكتابة سالي وديع فرسان محاجن من إم الفحم الكلام شو يا سالي ما بعدتين لا ابعتين هاتنشوف هون مين معنى ياسمين حسيني من الناصري الكلمة يعني اختاري يا ياسمين من اللي معنى ما تجيبي من عندك بنفس المعنى على المعاش طناش أو ببلاش عم تختاروا لنا كلمات بنفس المعنى بس مش موجودة معنى بالثلاث احتمالات أمون وإسلام يونس من عكا الكلام صحيح الكلام صحيح أمون وإسلام يونس هات نشوف مين معنا هون يعني يسعدكوا وعنا ما يبعدكوا أميرة من الناصر كلامك صحيح وجواب صحيح شكرا على كل الإطراءات اللي بتعطونا إياها على المحبة اللي بتزيد يوم عن يوم شاهر قراء قرب وقال لي منعرابط البطوف شكرا إلك أهلا وسهلا فيك يعني دايما أعطونا من وين حتى ما نتغلب ونظل نسألكوا مين معنا ومن وين أكيد هات نشوف مين معنا هون مساء الخير عبلة حجازي من طمرة فكرناهم رخصه تلعو كلامك صحيح مية بالمية وكتير ناس بتقولي المثل على الوجع اليوم كتير ناس فكرناهن غاليين تلعو شو؟ تلعو على المعاش تلعو طناش ولا تلعو ببلاش كتير مرات يعني مننغرب الناس إحنا إذا كان اشتغلنا سوا ما اشتغلنا سوا رحنا هون كنا هون برحلة سافرنا سوا فكرناهم تلعو بالضبط هيك يعني ما سمعت اشتحيي اسمعوها دايما على قناة هلا بس هات نشوف هنا قلنا بأي وقت تتواجد بإم الفحم ممكن ممكن طبعا تابعوا رح نقولك وين أجمل قناة عربية تحيات من حسام من إم الفحم أهلا وسهلا فيك أمال من يافا كلامك صحيح يا أمال حلو كتير أنه عم بتشاركونا من كل المناطق والتفاعل حلو كتير كمان عم بوصلني كتير شغلات أكيد أكيد يعني رح نيجي على أم الفحم وتشوفونا إن شاء الله ونعمل معكم لقاءات كمان ليش لا أمال من يافا كلامك صحيح وبقولكو شغلي يعني بدأ أشكركم على الصور على التحيات تحية للمندوية كمان بتقول لي ميس وإهاب ولطف إحنا مع بعض عم نسمعك وعم نحضرك ومبسوطين والكلام صحيح أهلا وسهلا فيكو تحياتنا لكو بيكو فورماندا نشوف هنا مين طلع لنا من يافا لوين رح النط هاتوا نشوف لوين نطينا وكله من السرعة من السرعة قدما الإشي سريع وبنزل يعني مرات فكرناهم رخصه طلعوا الكلام صحيح جميل عزام أبو سلطان من أبو سنان الله يسعدك جميل تحيات لكو جميعا وأهلا وسهلا أمير غريب من الناصري كلامك صحيح يا أمير كلامك صحيح وطبعا هات نشوف هنا برنامج مسلي ومفيد هذا المهم بكتبولنا من مين أميرة فلفل من الناصري يسعدك أميرة وطبعا كمان مش بس إنه مسلي كمان نستفيد من الأمثال ومنلسع مرات كتير ناس ممكن إنه يغيروا فكر هنا شوي لأنه فكرناهم رخصه طلعوا على المعاش طناش أو ببلاش واحدة منهم صحيحة سوسن وهداني كلامك صحيح من الناصري أهلا وسهلا فيك سوسن هات نشوف مين معنا هون تحية لأهل الكدس معك خليل عطلة من الكدس وكلامك صحيح يا خليل يلا هات نشوف مين كمان هون من دبوري أبو عبادة أهلا وسهلا تحياتنا إلك ولا أم عبادة وعبادة كمان فكرناهم رخصه طلعوا الكلام صحيح من دبوري منك يا أبو عبادة كتير ناس ببعتولنا أمثال كمان ده أشكركم وأكيد بعد البرنامج كلهم بكتبهم حتى يرافقونا بالبرامج القادمة شكراً لكم يعني اللي عم تهتموا عم بتفتشوا على أمثال وفيها لغز طبعاً فيها رسالة هذا الحلو فكرناهم رخصه طلعوا كمان الكلام صحيح من أميرة محميد من أم الفحم يسعدك أميرة وأهلا وسهلا شكراً على البرنامج الحلو أم محمد من قرية مصمص أهلا وسهلا فيك أم محمد السلام عليكم كمان لكم ورحمة الله وبركاته هات نشوف مين معنا هون كمان فيه ناس ببعتولنا طبعاً تسجيل صوت صعب أسمعوا صعب يعني نسمعه حالياً ممكن نسمعه بعد البرنامج سالي وديع فرسان محاجنة من أم الفحم كلامكم صحيح واليوم إذا ملاحظين يعني حظ أم الفحم كتير حلو طالعنا هات نأخذ قبل ما نطلع فاصل كمان تعليق أو تنين صميرة من الريني الكلمة الصحيحة أكيد يا صميرة مساء الخير إلك باسيم ولكل طاقم والعاملين في تلفزيون هلا المثل صحيح وحلو حلو كتير وكلامك صحيح آخر آخر تعليق قبل ما نطلع فاصل من سرين معدي من يركا كلامك صحيح يا سرين بعد الفاصل من واصل منحل المثل الموجود معنا ومنستبدله بمثل آخر خليكم معنا وصهرانين مع هلا عدنا لنواصل بعد الفاصل وخلال الفاصل يعني وصلتنا رسائل بتجنن اخترت منها أكم رسالة أول شغلة في تحيي لكل أهل الكدس اللي عم بتابعونا ومبسطين معنا وبقولولنا يسعد مساك وأحلى برنامج وقالله يوفقكم تحيي من الكدس لكل مدن البلاد وطبعا لقناة هلا تحديدا من خليل عطلة تحياتنا إلك أهلا وسهلا فيك خليل وإجابتكم صحيحة نختار آخر آخر قبل ما نكشف على المثل ونستبدله طبعا بمثل آخر أبو أحمد حسيني من الناصري آخر آخر تعليق معنا بالفقرة الأولى فكرناهم رخصه طلعوا لا طلعوا على المعاش ولا طلعوا طناش طلعوا ببلاش يا جماعة كتير مرات منكون إحنا مغرورين بناس منفكرهم غاليين بطلعوا مش بس إنه رخصوا ورخصوا حالهم بالعكس طلعوا ببلاش وفشينا غلنا اليوم لكتير ناس على كل حال خلينا نهدي الأعصاب ونتابع قناة هلا مثل تاني فيه كمان يعني كتير مرات إحنا منقول لازم نهتم بالولاية شو هن الولاية غير اللي شرحها طبعا عاد الإمام بمسرحية مدرسة المشاغبين كانت رح تروح عن بالي خطيط الولاية يا جماعة خطيط الولاية بتهد شو يعني كتير ناس إنه بالنسبة هاي ولية يلا بنهتم منهاش هاي ولية بنسرقها هاي ولية بعرفش شو خطيط الولاية بتهد رقم واحد الخبايا رقم تنين الزوايا رقم تلاتة بتهد النوايا تلاتة عن نفس الوزن واحد منهم صحيحة خطيط الولاية بتهد شو وكتير ناس اليوم خاصة الولاية اللي قاعدين لحالهم في بيت وفيش حدا بسأل عنهم وإذا منسأل عنهم بقولوا عمل خير مش عمل خير منسأل على كل الناس بالخير ومنهتم إذا عندنا جيران لحالهم مسأل عنهم كبار بالسن لحالهم مسأل عنهم مش عيب خطيط الولاية بتهد الخبايا الزوايا أو برقم 3 النوايا بعد ما كشفنا على المثل الأول وكتير ناس بعدين ببعتوه لنا فكرناهم رخصة العبلاش هذا المثل سجلوه على باب الدار لأنه مهم جدا وهاتا نشوف مين أول من يرسل خطيط الولاية بتهد الكلام صحيح من سلام حرفاني من البقيعة أول إجابة صحيحة من البقيعة بكتب لنا هناك أو بتكتب لنا أنا بتابعكم دايما انبسطت كتير لما كنتوا ببلد دالية الكرمل منورين بحب تزورونا كمان ببيتنا بالبقيعة وإن شاء الله الله يوفقكم شكرا شكرا يا سلام وإن شاء الله إذا جينا على البقيعة رح نبعتلك رسالة ونزورك كمان ونصور عندك سوسن محمود من ترشيحة كمان كلامك بالمثل الأول صحيح وبالمثل الثاني شو هاد يا سوسن محمود من ترشيحة بالمثل الثاني كمان صحيح خطيط الولاية بتهد شو يا جماعة فكروا شوي بتهد الخبايا ولا بتهد الزوايا ولا بتهد النوايا واحدة منهم صحيحة أمال من يافة كلامك صحيحة شو هالأمال يا جماعة هاي من يافة المثل الأول صح والمثل الثاني صح بحب أنا كل المشاهدين بقناة هلا أزكية يا جماعة بجننه بتلاقوا هنش بمحل تاني محل تاني بعرف الشو بس هون كل مشاهدي قناة هلا أزكية ما بقول الشغل اللي هن يا مطيارة خطيط الولاية بتهد فايز فلفل من الناصر كلامك صحيح النور نورك يا فايز شكرا انتوا اللي منورين قناة هلا صدقوني بعدين مع كل الإضاءة منوري البلد كلها والبلاد جوني رانتيسي من الرملي كلامك صحيح يا جوني وإن شاء الله إنه بهالمثال أذكركم إنه في ناس يا جماعة يعني ما حدا بسأل عنهن في ناس قاعدين في بيوتهن منقولها إحنا ولي لحالها مع إنه بحبش أستعمل كلمة ولي صبي ساكني لحالها مرات وفى جوزها مثلا ساكني لحالها حلو إحنا كجيران كمنطقة منعرف بعض يعني كلنا ولاد حارة واحدة ومنعرف جيراننا نسأل عنهن يوم نزورهن يوم نبعت لهن شغلة طابخين شغلة زاكية مش عيب يعني مش عيب نودي لهن صحين كمان فخطيط الولاية بتهد شو للي ما بحسن للولاية بتهد له الخبايا ولا الزوايا ولا النوايا واحدة منهم صحيحة واللي بسأل على الولاية والله الله بيوفقه من فوق وشايف كل شي آية عوابدي أهلا وسهلا فيك لأ من وين جبتين لنا الجبال يا آية آية يعني خطيط الولاية بتهد برقم واحد الخبايا برقم تنين الزوايا برقم ثلاث النوايا ما تقولون لنا لا جبال ولا هلال كمان انتبهوا كتير أو شو عنا هون إسراء عتام لمن كفر قرع كلامك صحيح يا إسراء هات نشوف هنا كمان مين معنا فيولا هالشول من الجيش كلامك صحيح يا فيولا كلامك صحيح أهلا وسهلا فيك هات نشوف مين معنا هون كمان في أمثال كتير حلوة آلة ستة وما آلة ستة صحر حسن من الناصري كلامك صحيح وطبعا يعني كل الستات اللي ببعتوا لي هني كبار بالعمر بدأ أشكرهم لأنه كتار 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 بتواصلوا إذا عن طريق كل المحلات ببعتوا لنا أشياء بتجنن ورح تكون معنا ونشكركوا عليها دايما مرام من الليد أهلا وسهلا فيك بتبعتلي كمان مثل بنفس المعنى بتقول خطية لولي بتهز السوية شو يعني انتبه كتير بتقول نفسي أبعت وترده علي ردينا عليك ولا ما ردينا ها هاي بدي أعرفها ردينا عليك وأهلا وسهلا فيك جاوبين على المثل تحياتنا إليك يعني كتير ناس بيعتبوا علينا وبيبعتوا لنا يعني مثل رسالة عتب العتب عقد المحبة صحيح بس أقولكو شغلي ولا رسالة بتمرو إذا مرأت بسرعة يعني صعب أقولكو شغلي ولكن إذا مرأت على البطيء بحكيها مثل فلو الياسمين شكرا شكرا على الكلام الحلو أحلى موزيع في قناة هلا كلين حلوين وبجننوا منور هند شربيني من الناصري تحيات لكل الطاقم سهرانين مع هلا تحيات لوليد شربيني من أميركا كمان بتابعنا وهو موجود كمان هالمرة وبتابعك من الناصري والجواب صحيح أهلا وسهلا بكل اللي بزورونا من أي مكان بالعالم في الناصري كتير ناس ببعتونا رقم رقم صحيح دانيا محمد بسول والجد أبو الحكم كلامكم صحيح من الريني نشوف مين معنا هون خطيط الولاية بتهد كلام صحيح نسرين مطانس من حيفاء والكلام صحيح نسرين يعني عن تختاروا واحد تنين ثلاث ممكن تبعتونا رقم ممكن تبعتوه برقم واحد الخبايا برقم تنين الزوايا وبرقم ثلاث النوايا هات نشوف نين معنا هون بهالمطر اللي نازل علينا مطر واتسابي بلال برازي من شعب الجواب بالنسبة للمثل الأول صحيح والمثل الثاني صحيح شو هالبلال هادي يا جماعة منور قناتها لشكرا منوري بصحابها وبكل الطاقم ازدهار حمد من الناصر كلامك صحيح بالنسبة للمثل الثاني والأول أميرة محميد من إم الفحم الكلام صحيح وبعرف إنه بإم الفحم وبكل المناطق العربية يعني أهم شغلة نزور الولاية إذا كان مش بس برمضان ومش بس بالأطحى بكل الأعياد منزورهن وكمان يوم يوم نسأل عنهن لأنه خطيط الولاية بتهد بنمرة واحد الخبايا بنمرة اثنين الزوايا وبنمرة ثلاثة النوايا وإن شاء الله النوايا تكون كلها نوايا دغري هيك خيري مين نشوف هون يعني عم بختار بسرعة عم بنط التليفون عم بنط تليفون هلا دلال زين من الكدس كلامك صحيح يا دلال وأهلا وسهلا فيك هات نشوف مين معنا هون كمان أبو أمير من أبو سنان كلامك صحيح حلو حلو يعني يعني ياريت تكتبوا المثل على التلفزيون هاي بدنا لقدام ممكن نصير نكتبوا على الشاشة كمان جنان ملحم من عرعرة خطيط الولاية بتهد وكلامك صحيح يا جنان من عرعرة محمود حسيني من الناصري كلامك صحيح يا محمود هات نشوف هون هيك على السريع نوخد كمان نادية نادية رانتيسي أهلا وسهلا فيك نادية كلامك صحيح ومين معنا هون عمر أبو منصور من وين يا عمر عمر أبو منصور من أم الفحم يسعد مساكه أحلى وأجمل قناة قناة هلا وبحيل جميع كل العاملين فيها إدارة وعاملين خطيط الولاية وكلامك صحيح يا عمر أبو منصور الله يسعدك على السريع نوخد كمان هيك على السريع نوخد تعليق هيام من الفريديس تكتب لنا المثل الأول كلامك صحيح والمثل الثاني خطيط الولاية الكلام صحيح بتقول حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد بكسر خاطر ولي منور الشاشة كالعادي بتقول شكرا إليك هيام ويريت تشدد على موضوع قطع الأرحام واللي بيقطعوا ولياهم انتبهوا كتير مش بس برمضان زيارة صلة الرحم وما بعرف طبعا كل الأشياء هاي كل السنة بتقول هيام مش بس برمضان وأنا بدوم صوتي لصوتي مش بس برمضان وبالأعياد منزور الولاية ومنسأل عنهم يوم 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 وصدقوني كل واحد بساعدوا لي وبيزورها الله من فوق بيكون شاهد وبيبعت له شو بيطلب صدقوني وبينور طريقه كتير كتير رسائل بجنن مرحبا أنا أبو إبراهيم أو إبراهيم إبراهيم عشان خطيئة الولاية كلامك صحيح يا إبراهيم وكتير شغلات يعني عم تنزل علينا هاتا أفرجيكم شغلي يعني على الشاشة لازم تشوفوا كيف عم تنزل بس هنا في إضاءة شوي عم تنزل ورا بعض وأنا عم بختار طبعا خطيئة الولاية كلام صحيح من عليا سبدات من سخنين كلامك صحيح يا عليا وكتير ناس يعني انبسطوا من المثل لأنه بذكرنا أنه فيه ناس سكنين لحالهم فيه ناس بدهن حدا يهتم فيهن يسأل عنهن لو تليفون يا جماعة بنبسطوا إنعام كلاني من وين يا إنعام من يافت الناصري يسعد مساكه ومسا قناة هلا اللي بتجنن بتقول قناة هلا يسعد مساكي إنعام وكلامك صحيح أكيد قناة هلا بتجنن والحجة إم أحمد حسيني بتقول كلام صحيح اختارت الكلمة الصحيحة الخبايا بنمرة واحد برقم تنين الزوايا وبرقم تلاتي النواية هات نشوف مين معنى هون من معنى من يافت تل أبيب من أم آدم من يافت تل أبيب كلامك صحيح يا أم آدم أهلا وسهلا فيك يعني كتار كتار ببعتونا وكتار التفاعل بجنن حسان من أم الفحم بختار كلمة مش صحيحة حسان بدك تغير معنى 8 دقائق وشوي عماد حسين من دير حنة أهلا وسهلا فيك وفي دير حنة والجواب بتهد الكلام الصحيح خطيط الولاية بتهد بنمرة واحد الخبايا بنمرة اثنين الزوايا بنمرة ثلاثة النواية يسعد مساك مين معنى هون من الناصري أميرة فلفل من الناصري يسعد مساك والكلام صحيح وأهلا وسهلا فيكو دائما هات نشوف مين طلع كمان هون على السريع أبو محمد بدران من وين أبو محمد بدران من سلوان هات نشوف وين هرب أبو محمد كان معنى هون وين راح أبو محمد الحج أبو أحمد حسيني كلامك صحيح يا أبو أحمد حسيني يا حج هات نشوف هون كمان على السريع يعني مش ملحق يا رايح كتر الملايح هاي زمان هات نشوف من وين ريناس حبشي منك سال كلامك صحيح بالنسبة للمثال اليوم وكل الأمثال اللي بنذكرها وبتشاركوا فيها صالح سواعد أهلا وسهلا وبسلم عليكو صالح سواعد على الجميع وكلامك صحيح يسعد مساك من عكة صميرة مسعد كلامك صحيح يا صميرة وكمان عن تعطينا مثل ممكن يشارك فيها المثل بحلقة قادمة يترقبوها كمان حلو المثل حلو عجبني كتير راح أظلم تذكره أكيد حسين من إم الفحم الكلام مش كتير الثاني مرة صح هالمرة صح أكيد يعني قلنا لك غير غيرت وهذا إشي حلو مباشر عم بتجاوبونا لوليه إلها خطيه بتقولنا الحاجي كلتوم إمفايز من كسال وخطيتي الولاية بتهد مش الكلمة اللي اخترتيها بديك تغيري حاجي كلتوم إمفايز من كسال غيري اخترتي إشي مش مزبوط سامر برانسي من الريني أهلا وسهلا فيك سامر برانسي شو بيقول خطيتي الولاية بتهد الكلمة الصحيحة الخبايا بنمرة واحد بنمرة اثنين الزوايا وبنمرة ثلاثة النواية نكمل معنا ست دقائق إلا شوي نحن نشوف مين معنا هون ونأخذ على السريق يعني عم بيبعثوا لنا صور كتير يعني بيبعثوا لنا كتير كلوب حمراء كتير شغلات حلوة بدنا الإجابات إحنا وفاء السيد من الناصري بدك تغيري يا وفاء يعني وفاء اخترت كلمة مش صحيحة واحد تنين ثلاثة ممكن كمان تكتبوا نهاية من إم الفحم الله يسعدك نهاية بتبعث لنا كتير شغلات وبتقول خطيتي الولاية بتهد الكلمة الصحيحة اخترتها هناك أهلا وسأل فيكي نهاية من إم الفحم خطيتي الولاية عن جد بتهد أميرة من إم الفحم كمان بتقول قطع الأرحام متل قطع الأرزاق فحاولوا دايما خليكم بتواصل مش بس بالأعياد يا جماعة مش بس برمضان مش بس بالأطحى مش بس بكل الأعياد دايما يوم يوم نقدر نسأل عنه أكيد ليش لا واليوم على البسيطة يعني على التليفون اللي أنتوا عندهم أبو محمد بدران من سلوان خطيتي الولاية بتهد والكلام صحيح بيقول لي أنا ما هربت معك على طول أبو محمد بدران من الكدس سلوان وأهلا وسهلا فيك كلام صحيح كلام صحيح بتختاره الكلمة الصحيحة زينب حامد وحسن حامد التيتة عنا بتحضر البرنامج بيقول لي حسن وبيقول كمان خطيتي الولاية بتهد الكلام صحيح من الناصر حسونا حامد الله يسعدك يا حسونا وتحيات للتيتة ولا كل العيلي أهلا وسهلا فيكو جميعا كتير بنبسط لما كل العيلي الجدي والأحفاد والولاد والكبار وصغار بيحضروا بتابقونا على قناتها لو هذا إشي مفيد جدا حسام شكور من كسرة كلامك صحيح خطيتي الولاية بتهد الكلمة اللي ذكرتها وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق هذاك مثل تاني طبعا هذاك مثل تاني ما إلو علاء اليوم بموضوعنا ولكن ممكن نختاره يوما ما إم همام من المزاريب كلامك صحيح يا إم همام أهلا وسهلا فيكي كلامك مية بالمية صحيح يسعدكو في المزاريب ومين معنا هون بدي أفتش داليا من شفعمر خطيتي الولاية بتهد الكلمة الصحيحة يا داليا يعني شو هداليا جوابتنا كمان الكلام الأول صحيح على المثل الأول حليم إسماعيل من كفر قرع حليم إسماعيل من كفر قرع خطيتي الولاية بتهد كلامك صحيح يعني ممكن تختاره البعد معنا أربع دقائق إذا حابين تغيره بنمرة واحد الخبايا بنمرة اثنين الزوايا وبنمرة ثلاثة النوايا هات نشوف محمد عفيفي شو بيقول محمد عفيفي خطيتي الولاية بتهد الكلام الصحيح يا محمد عفيفي من الناصري هات نشوف من شفعمر مين معنا لا هاي من كفرمندة مريم حوش من كفرمندة كلامك صحيح من عصف يا من وين هات نشوف يعني عم بنط ونط قدم السرعة قدم الأشياء نازل محمد مهدي حصارمي من البعني كلامك صحيح يا محمد هاي معنى من عكة أمون وإسلام يونس من عكة خطيتي الولاية بتهد والكلام صحيح حلو حلو إيمان من المشهد خطيتي الولاية بتهد الخبايا الزوايا والنوايا واختارت الكلمة الصحيحة إيمان من المشهد أهلا وسهلا فيك إيمان من الكدس ناصر أبو جمعة من الكدس خطيتي الولاية بتهد كلامك صحيح يا ناصر من الكدس نشوف مين معنى كمان هون لأنه كتير كتير بسرعة لو تشوفوا كيف عم تنزل علينا أمطار واتسابي عم بحاول طبعا أخدها أخدنا كتير حلو أميرة من كفر مصر دي يسعدك أميرة من كفر مصر كلامك صحيح سيرين معدي من ياركا سيرين معدي بتقول خطيط الولاية بتهد الكلام الصحيح تحياتنا إليك ولأهل ياركا وكل المنطقة غاد يعني عم نغلط إحنا شوي بالأسماء من كترتها مين معنا هون نبيها نبيها خويس من القدس أو خويس ممكن أهلا وسهلا فيك نبيها والكلام صحيح برنامج حلو يسعد أيامك ويحليها شكرا إلك شكرا البرنامج على قناة هلا وطبعا وائل صفوري أهلا وسهلا بن الريني كلامك صحيح يا وائل من مجل كروم مين معنا هتنشوف مجل كروم يزعدك مش عم بطلع معنا مجل كروم ليش ها هاي مجل كروم أحمد كريم من مجل كروم كلامك صحيح يا أحمد خطيط الولاية بتهد الكلام صحيح رح ناخد آخر آخر محاولات من الكدس انفوزي من الكدس كلامك صحيح هاتنشوف مين كمان معنا بآخر آخر تعليقات لحلقتنا لليوم دايما تنين وخميس من الساعة تمانية وبعدها طبعا خطيط الولاية بتهد كمان سلام أهلا وسهلا فيك سلام من الريني تحياتنا إليك نشوف كمان مين معنا آخر تعليقات عم ناخدها بالدقيقة الأخيري نشوف مين معنا على السريع مسأل خير آية عفيفي أنا من الناصري لجواب خطيط الولاية وكلامك صحيح رح ناخد كمان تعليق أو تنين على السريع على السريع صار إسا لو تشوفوا كيف عم بنزل بسرعة بسرعة عم بنزل علينا محمد حمد من الناصري أهلا وسهلا فيك محمد حمد بيقول خطيط الولاية بتهد شو كلامك صحيح والمثل الأول كمان كان مجاوب عليه صحيح أهلا وسهلا فيك يا محمد حمد من الناصري آخر تعليق سجود من أم الفحم سجود بتقولنا خطيط الولاية بتهد الزوايا وطبعا القصد هي زوايا البيت زوايا الدار زوايا الساحة زوايا السياج كل شيء فدائما ديروا بالكم على كل الولاية بكل الوطن العربي بكل بلادنا مدننا وكورونا وعلى أمل استفدتوا إذا بالمثل الأول فكرناهم رخصوا تلعب بلاش لطشنا كتير ناس فكرناهم غاليين على قلبنا تلعب بلاش وخطيط الولاية بتهد الزوايا كان معكم في الإعداد والتقديم باسيم على أمل اللقاء يوم التنين القادم مباشرة عقنات هلا مع صهرانين مع هلا وما تنسوا تتابعونا يوميا ببرنامجنا الميداني عقنات هلا عم نكون كل يوم ببلد وعم نشوف الناس الأطياب اللي بجننوا وكمان الأمثال الشعبية مرافقتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة